العمليات العسكرية الفرنسية في الولاية الثالثة أولا عملية الزيطة من 1958 إلى غاية 1959 ميلادي الحلقة الحادي عشر من سلسلة الثورة في الولاية الثالثة ومظاهر التعزر التاريخي بينه وبين الولايات الثورية الأخرى السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر أو مرجع المعلومات العمليات العسكرية الفرنسية في الولاية الثالثة أولا عملية الزيطة من 1958 إلى غاية 1959 ميلادي هي عملية خططت لها الاستخبارات الفرنسية حيالت مسؤولي الولاية الثالثة تولى تنفيذها الثناء العقيد رودار والناقي بليجي بمساعدة بعض المعتقلين المرتدين من منطقة العاصمة أمثل درينديش وهاني وعليلو الذين اعتقلهم الجيش الفرنسي وحولهم للسجن ووضعوا تحت تصرف النقي بليجي فبعد معارضة الجزائر دعم روش لعرض اجتماع فيما بينهم للتنسيق حول مسألة الأسلحة التي طل دخولها إلى الجزائر وليحذرهم من تسلل وتغلل عناصر موالية للاستعمال داخل الثورة لتحطيمها وتلف دندريش بالاتصال بهم ولم يكن يعلم أنه وطع ضحية المخابرات الفرنسية في مخطط نسجه ليجي بيتران أدفه الزرع الشت والبلبلة في صفوف المجاهدين كما تمتنت القوات الفرنسية من القبض على الزهرة تاجر التي كانت هاربة إلى الجبال بعد أن تشف أمره وسلمت للضابط ليجي الذي ارتدى إلى العاصمة ورودها حتى اقناع بالعمل معه لتنفيذ خططه وهي في مرتبه طلعت على طائمة أسماء المسؤولين بمنطقة برجم نايل فانبهرت وتعجبت وأطلق ليجي صراحة وطلب منها أن تتصل به هاتفيا كل أسبوع ووعدته بذائقة لأنها لم تتصل به سوى مرة واحدة فأرسل للبحث عنها أما هي فعادت إلى الجبل متجهة لمنطقة برجم نايل لتخبر حسن محيوز وتطلعه على ما حصل لها مع الضابط ليجي وعلى طائمة الأسماء التي طلعت عليها في مرتبه والتي أنه اعتقلها بعد أن قيل له بأنها تتجول مع ليجي في برجم نايل ظنا منه بأنها تتجول بإرادتها وكان من رأي حسن محيوز أن أتولى النساء القادمات من العاصمة جاسوسات ومخبيرات وأتدى هذا العميروش ولم يسدقها بشأن القائمة فأمر بتعذيبها وتطع رأسها وعندما حضرت الدور من العاصمة ليستخبر عن أمرها من طرف ليجي روبض عليه وعذب حتى اعترف بدوره بالخيانة واطلع محيوز على تيفية المؤامرة وتولى استنطاط وتعذيب حوالي ثلاث ألاف شخص من المشبوهين والتخلص منهم بإشراف حسن محيوز واستمرت عملية الاستنطاط والتعذيب لمثقافي الولاية إلى شهر جويل سنة 1959 ميلادي راح ضحية أعدل تابير فتطدرها محمد بن يحيى المدعو علاوة الذي كان ضابطا في الولاية الثالثة ستة ألاف ضحية وتدرها علي تافي 1800 مثقاف وتدبالغ عميروش ومحيوز كثيرا في هذه التصفية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد